اشتركوا في القناة في هذه الحلقة سأحاول أن أتقسم معكم طريقة سماع مقطع صوتي على موقع اليوتيوب والاستمرار في سماعي حتى بعد الخروج من موقع أو من تطبيق اليوتيوب أو حتى من أي شيء داخل الهاتف فيمكنك العودة إلى وجهة الهاتف الرئيسي أو العمل على الفيسبوك أو على أي تطبيق آخر والاستمرار في سماع ذلك المقطع الصوتي وكأنك ما زلت داخل تطبيق اليوتيوب الأمر سهل جدا كل ما عليك هو الدخول إلى طبعا تفعيل أنترنت ثم الدخول إلى جوجل كروم سأدخل الآن إلى جوجل كروم نتج إلى النقاط الثلاث في الأعلى الواحدة فوق الأخرى ثم نبحث عن واجهة الحاسوب بمعنى إذا ضغطت على هذا المربع سيعمل الهاتف وكأنه سيتحول إلى ذات الطريقة التي يعمل بها الحاسوب الآن نذهب إلى موقع اليوتيوب على جوجل كروم لا أتحدث عن تطبيق اليوتيوب الموجود في الهواتف بل على موقع اليوتيوب الموجود في جوجل كروم إما أن تكتب هنا يوتيوب أو لأنه موجود أيقونته هنا سأضغط وأدخل إلى موقع اليوتيوب الآن سأختار طبعا أنت ستكتب في المكان البحث هنا في المكان البحث هنا ستكتب اسم المقطع الصوتي الذي تريد الاستماع إليه وإذا كان يتوفر طبعا في هذه اللائحة فستضغط عليه لسماء أعود الوراء ستضغط عليه لمشاهدتي الآن سأعتبر أن هذا المقطع الصوتي الآن هو أو هذا الفيديو هو مقطع صوتي سأضغط عليه سيبدأ في العمل إذا هذا فيديو ومعه طبعا مقطع صوتي ولا شك إذا الآن بدأ بالحديث أخرج بالضغط في الأسفل على الخروج من جميع الطبيقات إذا أخرج وأعود إلى واجهة الهاتف العادية الواجهة الرئيسية للهاتف الآن ما عليك هو تمرير أصبعك من أعلى الشاشاء الأسفل لظهور تلك النوافذ المنسدلة لاحظ إذا بعد الضغط وجر الأصبع الأسفل لاحظوا معي الفيديو الذي كنت بصدد مشاهدتي من خلال جوجل كروم وتصفح جوجل كروم وبالضبط من خلال موقع اليوتيوب هو موجود هنا يكفي الضغط على علامة التشغيل الموجودة في الوسط فيبدأ الصوت بالظهور ويمكنك سماع الصوت والانتقال العمل على الفيسبوك أو أي شيء آخر إذن سأضغط لاحظوا الآن الصوت سأرفع الصوت قليلا سنتحدث عن موضوع المواقع الإباحية وما يجب أن تعرف المواقع الإباحية وخطر المواقع الإباحية إذن سأضغط للاستمرار في الكلام طبعا سأفع الصوت قليل ثم أعود الوجهة الرئيسية للهاتف فيستمر الحديث يستمر الصوت في الصدور أو المقطع الصوتي يستمر في العمل ويمكنني سماعه أو الذهاب إلى مثلا إلى أي تطبيق آخر إلى تطبيق الفيسبوك يمكنني الذهاب الآن سأدخل إلى تطبيق الفيسبوك وسأبدأ في الاشتغال عليه مع صدور تلك الصوت استمرار سماع ذلك الصوت إذن بذلك استطعنا أن نسمع هذا الصوت ونستمر في سماعه حتى بعد الخروج أكثر من ذلك يمكنك إطفاء الهاتف كلية الخروج من الهاتف ووضعه فوق الطاولة والاستمرار في سماع الصوت إذن سأقوم الآن بالخروج من الهاتف بإطفاء الشاشة وسنرى إن كان سيستمر كما لاحكم حتى بعد إطفاء الشاشة استمر الحديث أو استمرار المقطع الصوتي في العمل ذلك لمحب بمثلا سماع القرآن الكريم أو مقاطع صوتية موسيقية أو غير ذلك يمكنك استعمال هذه الطريقة إذن سأوقف هذا الفيديو حتى نستمر في الحديث إلى الآن كل ما أردت أن تقاسم معكم هي هذه الطريقة التي بسهولة يمكنك القيام بشيئين دفعة واحدة أو إلقاء نفس الحجار على طائرين في نفس الوقت إذن أرجو أن أكون قد أضفت إلى خزانتكم الرقمية معلومة جديدة إذن ما وجدتها كذلك لا تنسى الضغط على اللايك أو جيم أسفل الفيديو حتى تشجعنا على مزيد من العطاء وتقاسم الفيديو مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعم الفائدة شكرا لبقائك معنا إلى هذه اللحظة ونعدك بحلقة أخرى في القريب العاجل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا للمشاهدة